موسيقى السلام عليكم ورحمة الله ثمينة مساء في تونس على رأس الأخبار الليلة مشاهدين لأول مرة منذ إنشائه أكثر من ثمانية ملايين مسافر عبر المطارات المستغلة من ديوان الطيران المدنية ونحو أحد عشر مليون مسافر عبر مختلف المطارات التونسية السنة الفارط استراتيجية متكاملة للتعريف بزيت الزيتون التونسي المعلب والترويج له في الأسواق العالمية بعد حصيلة مميزة من التتويجات الدولية موسيقى وتونس تشارك في أشغالها قمة دول حركة عدم الانحياز بأغندا تندد بالعدوان الغشم على قطاع غزة وتطالب بوقف إطلاق النار فورا أهلا بكم مشاهدين الكرام متانة العلاقات المتميزة وصلات الحضرية المتجثرة التي تجمع تونس بموريتانيا موضوع لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين بالخارج محمد سالم ويلد مارزوك مبعوثا خاصا محملا برسالة شفاهية مواجهة إلى رئيس الدولة من أخيه رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة محمد ويلد الشيخ الغزواني رئيس الدولة استحضر محطات من تاريخ البلدين المشترك خاصة وأن تونس كانت أول دولة اعترفت باستقلال موريتانيا في نوفمبر ستين وتسعمائة وألف وجدد توجيه الدعوة إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية لزيارة تونس مشيرا إلى أن هذه الزيارة من شأنها مزيد ترسيخ سنة التشاور والتنسيق القائمة بين البلدين وستعطي دفعا جديدا لعلاقات الشراكة لا فقط في مجالات التعاون التقليدية إنما أيضا في قطاعات جديدة واعدة على غرار الغاز والحديد وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين وزير الشؤون الخارجية الموريتانية أشار بالمناسبة إلى ما جمعه من حديث مع رئيس الدولة بشأن تطابق وجهات نظر قائدي البلدين الشقيقين في خصوص القضية الفلسطينية وحرب الإبادة التي ينتهجها الاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين العزل وهي تدخل في إطار سنة التنسيق والتشاور للحميدة بين قائدين البلدين وكذلك أيضا تم الحديث عن تحديات الرهنة للمستوى العربي والإفريقي والدولي وخاصة تعدد التوترات المتصاعدة وبؤر توتر على مستوى العالمي وعلاقته بحرب الإبادة التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي على إخواننا في غزة وفي الضفة العربية وكما تعلمون هناك تطابق وجهات نظر بين القائدين حول حقوق والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني بقرابة 50% حقق ديوان الطيران المدني والمطارات تطورا في حركة المجال الجوي التونسي مسجلا عدد مسافرين قياسيا عبر مطاراته وموانئه الجوية مؤشرة إيجابية رفقت طفرة مستعملية المطارات الوطنية يعديدها نقل لفراس بن سعد ارتفع عرض المسافرين في المطارات المستغلة من قبل ديوان الطيران المدني والمطارات سنة 23 و2000 إلى مستوى غير مسبوق منذ أحدث الديوان ليبلغ 8 ملايين و800 ألف وأربعين مسافرا فيما قارب العرض الجملي للمسافرين عبر مختلف المطارات التونسية أحد عشر مليون مسافر ما ساهم في تحقيق قفزة بنسبة 42.4% في حركة عبور المجال الجوية التونسي وزيادة في العرض الجملي للطائرات بنسبة 24.4% وذلك مقارنة بسنة 22.2000 من المتوقع وفي الدراسات التي اتعاملت في فترة الكوفيد كان متوقع أن نسترجع الحركة في سنة 25-26 والحمد لله اللي صار هو أنه فتنا كل التوقعات الزيادة هذه شملت مطار تونس خطاج بنسبة 6.7 مليون مسافر وبالنسبة لمطار جربة جرجيس سجلت زوز ملايين مسافر وبالنسبة لمطار سفيقص سجل 174 ألف مسافر ومطار توزر نفطة سجل 18.400 حركة الطائرات سجلنا تقريبا 90.415 حركة منها 82.109 حركة دولية بالنسبة للمسافرين كيف كيف سجلنا تقريبا 1.9 مليون 10.995 مليون بالضبط وبعض المسافرين وبالتالي سجلنا تقريبا 27.9% مقارنة من سنة 2022 الأرقام الإيجابية المسجلة على مستوى المطارات التونسية تفسرها أسباب عديدة تتعلق خصوصا باستئناف النشاط العادي بعد جائحة كورونا وتعافي القطاع السياحي المؤشر لول هو عودة الحركة الجوية بعد أزمة كوفيد تعرف المسافر سواء مواتنين بالخارج أو حتى السياحة معناها تحافات والناس ترجع بقوة للسفر والمسألة الثانية هو تعافي شركاتنا الوطنية والأسطول الوطني لأنه في الحركة الجوية هذه سنة 2023 تقريبا 55% من حركة المسافرين تم تأمينها من قبل الأسطول الوطني وبعد تسجيل مؤشرات إيجابية تهدف وزارة النقل إلى مزيد تطوير هذه الأرقام وتحسين الخدمات الموجهة للمسافرين في مختلف المطارات التونسية المسألة الأولى هي إعادة تنظيم مصالح الطيران المدني وتحيين مجلة الطيران المدني نحو أكثر مساندة للمستثمرين في القطاع مشروع توسيعة محطة مطار تونس قرتاج بزيادة 8 مليون مسافر ما ينجم كان يعاون في زيادة حركة المسافرين خصصنا جملة من الاستثمارات في جل المطارات وإن شاء الله كان عيشنا طبعا مع تحسين نوعية الخدمات للمقدمة للمسافرين ووفق الإدارة العامة للطيران المدني فإن تونس ستوفر على عشرة مطارات دولية تستقبل المسافرين واثنين عشر مطاراً للاستعمال المحدود والعمل الجوي ثلاثة وعشرون وألفان عام زيت الزيتون المعلب التونسي بامتياز حصدت خلاله أكثر من خمسين مؤسسات تصدير الذهب الأصفر أكثر من مئة جائزة عالمية في شتى المسابقات الدولية الخاصة بجودة المادة النباتية القيمة امتياز يحفز على مزيد التألق وبالتالي البذل والعمل حتى تحافظ الثروة الوطنية السائلة الفريدة على ريادتها التقرير للطيفة حمدي إذن وحال ما يجهز التقرير نتابعه فيما يلي إذن مشاهدين الآن إذن حال ما يجهز التقرير المشاهدين سيكون على ذمتكم وسنمدكم برأس الخبر مرة أخرى يوم تفكير حول المسؤولية المجتمعية من أجل بناء مؤسسة الغد نظمته غرفة التجارة والصناعة وحضره عدد من المختصين التونسيين ومن فرنسا مثل فرصة إعادة تفكير في طرق إنشاء مؤسسات على قواعد تحترم المحاذير البيئية وتلتزم بمسؤوليات هذه المؤسسات المجتمعية تفاصيل اليوم في نقل لمرد لبيض أمام تحديات فرضتها جائحة كورونا واندلاع الحروب ونزاعات في عدد من دول العالم والمتغيرات المناخية على المؤسسات الاقتصادية وفي ذل حضور اللافت للخبراء والجامعيين وأصحاب المؤسسات من تونس وفرنسا انطلقت أشغال أول أيام التفكير حول المسؤولية المجتمعية لمؤسسة الغد يوم التفكير اندعت إليه غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية عردته منطلقا أساسيا للتفكير في مرتكزة بناء مؤسسة مسؤولة بغاية توفير الأرضية لخلق مواطن عمل جديدة لفائدة الباحثين عن شغل من خرجية المنظومة الوطنية للتكوين المهني وأصحاب الشهائد العليا أو لدعم مؤهلتهم تم بوزارة التشغيل والتكوين المهني توقيع اتفاقية تونسية سويسرية للإعلان عن انطلاق تنفيذ مشروع آفاق للهجرة الدائرية اتفاقية ستمكن مئتي شاب وشابة من فرصة الانتفاع بتربصات مهنية بسويسر لتطوير خبرتهم والاستفادة من تجارب المؤسسات الحاضنة في مختلف المجال البرنامج جديدة في شكل هبة تقدر بتقريبا 13.5 مليون دينار تونسي البرنامج جديدة يستهدف التمكين معناها المتخرجين من منظومة الوطنية للتكوين المهني وأصحاب الشهد العليا من فرص عمل متجاوز 18 شهر في سويسرا الفرص العمل هذه تمكنهم اكتساب خبرات في مختلف مجالات اقتصادية وتمكن معناها من التعرف على تجارب المؤسسة الرائدة في سويسرا لكي يرجعوا لتونس معناها ينجموا ويقدموا الإضافة في المؤسسات التونسية الموجودة في تونس مشروع آفاق سيساهم في تطور الهجرة الدائرية بالنسبة للشبان التونسيين في مختلف مجالات اختصاصاتهم حيث ستمكن هذه الاتفاقية الباحثين عن عمل من إمكانية القيام بتربصات بسويسرا واستغلال ذلك في الاندماج في سوق الشغل التونسي كما يهدف البرنامج الذي يتواصل تنفيذه إلى سنة 2026 إلى الاستفادة من خبرات الكفاءات التونسية المهاجرة لنقل الخبرات والمعرفة والمساهمة في دفع نسق الاستثمار في تونس لتحقيق التنمية وخلق مواطن شغل إلى جانب مزيد حوكمة إدارة الهجرة والتوظيف بالخارج وتثمين الهجرة الدائرية في تونس لدينا تقريبا 250 ألف عائلة تونسية مقيمة بالخارج 68% منهم حادثي الهجرة والذي يوفره من ناحية لتونس مهمين لتوفير رملة صعبة وزيد في إحداث مشاريع في تونس سنة 2020 1700 مشروع تم إحداثهم من قبل تونسيين المقيمين بالخارج نحن ماذا بنا؟ نستفيد معناها من الخبرات التونسية تونس اليوم محتاجة الخبرات التونسية المقيمة بالخارج في شتى المجالات وخاصة منهم ذوي الكفافات العالية بشي يساهموا في الاقتصاد الوطني وتعتبر الهجرة الدائرية التي تعمل وزارة التشغيل والتكوين المهني على مزيد دعمها واستقطاب الباحثين على مواطن شغل من خلالها إحدى أولويات السياسات العمومية لمزيد حوكمة التشغيل الدولي في تونس باعتبارها مصدر للإثراء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ولما تمثله من فرص للشباب لتطوير قدرتهم واكتساب الخبرات عبر التربصات والعمل بالخارج والمساهمة في خلق مشاريع تنموية عند العودة إلى تونس إذن نعود الآن مشاهدين إلى النقل الخاص بامتياز زيت الزيتون التونسي 23 ألفان كان عام زيت الزيتون المعلب التونسي بامتياز حصدت خلاله أكثر من خمسين مؤسسة تصدير الذهب الأصفر أكثر من مائتي جائزة عالمية في شتى المسابقات الدولية الخاصة بجودة المادة النباتية القيمة امتياز يحفز على مزيد التألق وبالتالي البذل والعمل حتى تحافظ الثروة الوطنية السائلة الفريدة على ريادتها والنقل للطيف حمدي في حصيلة مميزة لكامل سنة 23 و 2000 حصدت تونس 211 ميدالية في مختلف المسابقات الدولية بأوروبا وأمريكا وأسيا لأحسن زيت زيتون بكر ممتاز ورغم حدة المنافسة لعدد الشركات العالمية فقد توجت 52 شركات تونسية في أكثر من 30 مسابقات دولية النتائج هذه أولا مشرفة أثنين تعكس مستوى الجودة لقاعدين نصلولوا في تونس وخليني نقول ربحنا رهان الجودة كذلك المسابقات هذه والفوز بميداليات يمكن من التعريف بتونس في كل بلدين العالم وهدفنا الأشاشي والاستراتيجي هو بناء صورة لزيت زيت المعلم في العالم وهذا اللي قاعد يصير من خلال التتويجات هذه هي في الأصل تتويج لمصار كامل مصار كامل من التمكن من الجودة من التمكن من طريقة صنع زيت الزيتون لأنه هنا نحكيه على صناعة زيت الزيتون التمكن كذلك من الآليات المعتمدة في المشاركة في المسابقات وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أكدت من جهتها أن التعريف والترويج لزيت الزيتون المعلب عالميا يندرج ضمن استراتيجية متكاملة للنهوض بقطاع زيت الزيتون تهدف إلى مزيد الترفيع في القيمة المضافة لهذا المنتوج عدد المؤسسات المصدرة وهما في حدود 84 مؤسسة مصدرة زيت الزيتون وهذا هو رقم صار فيه قبصة نوعية كبيرة معنا نختم أكثر بش نزيدوا الرفع في القيمة المضافة بتاع زيت الزيتون التونسي المعلب نعرفوا بالعالمات التجارية متعنا نعرفوا المستهلك النهائي بالمنشأ التونسي ونزيدوا معنا نخدموا على العالمات المميزة المثبتة للأصل هذا يجب أن نحثوا نشجعوا المصدرين على التكتل بش يوليوا في شكل مجمعات يصدروا خاصة المصدرين صغار وتتواصل الحملة الترويجية لزيت الزيتون المعلب في الأسواق العالمية باعتماد برنامجا متعدد الوسائط والآليات بش نواصل كذلك بناء الصورة اللي نتمحولها لزيت الزيتون المعلب في العالم وهذا من خلال كل الوسائل الممكنة على غرار مواصلة المشاركة في هذه المسابقات الدولية لأحسن زيت زيتون المعلب العمل كذلك على شبكة التواصل الاجتماعي الأنشطة التعريفية من خلال كل وسائل التواصل وهنا بنحب نأكد خاصة خاصة مواصلة التعاون مع وزارة الخارجية اللي متبنية بالكامل موضوع النهوض بزيت زيتون المعلب إصفراتنا في كل بلدان العالم وأغلب إصفرات الحقيقة عبروا عن رغبتهم في أنهم يضعوا كل الإمكانيات في سبيل التعريف بزيت زيتون المعلب في البلدان اللي موجودين فيها ويبلغ عدد العلامات التجارية التونسية لزيت الزيتون المعلب أكثر من ستين علامة تصدر منتوجها نحو خمس وخمسين وجهة ثم نعود الآن مشاهدين إلى التقرير الخاص بيوم المؤسسة والتفكير في المسؤولية المجتمعية الخاصة بالمؤسسة من خلال يوم تفكير حول المسؤولية المجتمعية من أجل بناء مؤسسة الغد نظمته غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية وحضره عدد من المختصين التونسيين ومن فرنسا مثل فرصة إعادة تفكير في طرق إنشاء مؤسسات على قواعد تحترم المحاذير البيئية وتلتزم بمسؤوليات المؤسسات المجتمعية تفاصيل اليوم في نقل لمراد البيض أمام تحديات فرضتها جائحة كورونا واندلاع الحروب ونزاعات في عدد من دول العالم والمتغيرات المناخية على المؤسسات الاقتصادية وفي ذل حضور اللافت للخبراء والجامعيين وأصحاب المؤسسات من تونس وفرنسا انطلقت أشغال أول أيام التفكير حول المسؤولية المجتمعية لمؤسسة الغد يوم التفكير اندعت إليه غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية أرادتهم منطلقا أساسيا للتفكير في مرتكزة بناء مؤسسة مسؤولة لماذا نحن نتخلق هذا المؤسسة على خطر المؤسسة التونسية هي يجب أن تكون تكون الفيبخوف شفافية وحوكمة رشيدة لكي تربح الثقة لكي تتفع يرتفع النقاش بين الحضور من الخبراء والجميعين من تونس وفرنسا حول الإطار القانوني الذي ينسحب على جميع المؤسسات الفرنسية ويتضمن بنودان تشترط التزام المؤسسة بدورها المجتمعي واحترامها للمحاذير البيئية والبحث عن أجوبة للأسئلة المتعلقة بأهدف إنشاء مؤسسة ودورها في المجتمع مستقبلا سيما في ذل متغيرة متسارعة على جميع الأصعدة تحدي هو دفع جميع المتدخلين في إنشاء مؤسسة حول إعادة التفكير في مهية بناء المؤسسة والهدف منها وكيفية مساهمتها في القيام بدور إيجابي في المجتمع والتعامل مع المحاذير البيئية يوم التفكير حول مؤسسة الغد الذي مثل فضال لعدد من الخبراء التونسيين إلى دعوة الحكومة إلى التحليل بالمرونة مع المؤسسات الناشئة والتفكير في صغة أخرى لقانون الصرف علاوة عن اتخاذ عدد من الإجراءات المحفزة لشركات تونسية يوم من بين أيام تفكير أخرى حول محاور ذات السلة بكيفية بناء مؤسسة الغد ومن يوم تفكير إلى أيام إقليمية حول المساهمة في وقف الإقصاء والتهميش الاجتماعيين والماليين تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية تتضمن ورشات تفكير عبر الجهات من أجل تعريف بخطة الوزارة واستراتيجيتها الاتصالية متابعة افتتاح الأيام في نقل لسوار عميدية تحت إشرافي وزير الشؤون الاجتماعية سيد مالك الزاه انتظمت اليوم فعاليات الأيام الأقليمية حول المساهمة في القضاء على الإقصاء الاجتماعي والمالي للأشخاص ذوي الأوضاع لها الشهر خطة اتصالية واستراتيجية بناء جديدة انطلقت منذ سنة الفارتة 2023 وتتواصل حتى سنة 2025 نحن اليوم في ندوة الرابعة الإقليم الرابع ندوة للتعريف بالمولود الجديد لوزارة الشؤون الاجتماعية اللي هي الاستراتيجية الاتصالية خافي بعثها الاستراتيجية الاتصالية لتدليل كل الصعوبات لتعريف برامج الوزارة الشؤون الاجتماعية برنامج اللقاء شمل مجموعة من المدخلات والورشات والعينات الحية وضعت كلها في إطار التعريف باستراتيجية اتصالية تهدف إلى النهوذ بالمواطن والخروج به نحو مرحلة التعويل على الذات والتعويل على الرأس المال البشري ودعم الجهات الضعيفة والفئات ذات الوضعية الهشة اجتماعيا من خلال تشريكهم في عملية التنمية الأيام الاقليمية هذه هي فكرة جديدة وهي عبارة عن ورشات جماعية للتفكير والنقاش ولطرح الرؤى والتصورات سواء في علاقة بالبرامج الموجودة للوزارة اللي هي عديدة ومتنوعة والتي تمس كل التونسيين أو في علاقة بمقترحات تحديثها وتطويرها لتأينا مبدأ التنقل إلى الأقليم والجهات حتى نخلقوا علاقات تفاعلية مباشرة مع إطارات وأعوان وزارة الشؤون الاجتماعية لعرض برامج وزارة الشؤون الاجتماعية المتعددة في مجالات التنكين الاقتصادي في مجالات النهوض الاجتماعي مسألة الحماية الاجتماعية ثم كذلك مشروع الشركات الأهلية يوم موجودين هنا في ولاية قفصة في إطار الندوة الرابعة الأقليم الرابعة لإطلاق استراتيجيات وزارة الشؤون الاجتماعية في مجال الإعلام والتواصل لعرض برامج وزارة الشؤون الاجتماعية وتقريبا من مواطن ومعناه إتاحة الفرصة المواطنة لإطلاع على مختلف هذه البرامج حتى يكون على بينا من حقوقه وواجباته وما هو متوفر له يبقى الاعتماد على وسائل اتصال وتواصل منفتحة للمحيط رهانا قائما من أجل التأسيس لعملية البناء الجديد تسعى له وزارة الشؤون الاجتماعية للإحطة والتمكين والإدماج الاقتصادي والاجتماعي المطالبة بعضوية فلسطين الكاملة في المنتظم الأممي خطوة داعمة ينتظر أن تقطعها دول عدم الانحياز المجتمعة بالعاصمة الأغندية كامبالا في قمة المجموعة وقد شاهدت أيام اجتماعاتها الأولى إسقاطا لمقترح تضمين مصطلح الإبادة الجماعية في الأعلان السياسي المتعلق بفلسطين أسقطته الهند وسنغفورة تقرير في الموضوع لهدى ورهاني أشغال القمة التاسعة عشرة لدول عدم الانحياز عرفت إذنة واسعة من قادة دول الحركة بالعدوان الغاشم على غزة الذين طالبوا الكيان المحتل بالوقف الفوري لإطلاق النار في القطع الحركة التي تشكلت منذ نحو خمسة وستين عاما لتعارض الاستقطاب بين الحرب الباردة من المنتظر أن يتبنى قادتها المجتمعون اليوم في العاصمة الأغندية كامبالا وفي ظل سياسات جيوسياسية عالمية وإقليمية حرجة بمشاركة واسعة من مختلف المنظمات الدولية من المنتظر أن يتبنوا مقترح التوجه نحو المطالبة بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة مقترح تم المصادقة عليه خلال الاجتماعات التحضيرية للقمة على قاعدة الحفاظ على حل الدولتين الذي تجتمع حوله المجموعة الدولية كحل دائم ونهائي للصراع في الأراضي المحتلة وذلك من أجل وضع حد للجرائم البشعة والاعتداءات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ أكثر من مئة يوم القمة التي تواجه عديد التحديات أهمها الدفع باتجاه احترام القانون الدولي وتكريس احترام حقوق الإنسان ودفع باتجاه تنمية متكفئة تشارك فيها تونس بوفد يترأسه وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد لتؤكد موقفها الراسخة دعم للقضيات الفلسطينية وبحثا عن سبل تكثيف الضغط الدولي من أجل وضع حد فوري للعدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني الباسل إلى جانب تدعيم التعاون جنوب جنوب وتوحيد الجهود من أجل إصلاح المنظومة المالية الدولية قمة تنعقد أيضا لتعميق التعاون من أجل الثراء العالمي المشترك في إطار مواجهة التحديات العالمية المشتركة التي تعترض دول الجنوب والتباحث بشأن الحلول الكفيلة بتحقيق التنمية المستدامة للجميع ووضع رؤية جديدة لتعزيز تعددية الأطراف والتعاون الدولي والتضامن البيئي وفي إطار تعزيز التشاور السياسي وبحث سبول دفع تعاون الثنائي وربط مزيد من الشركات الخاصة على المستوى القرية ذاته التقى وزير الخارجية عددا من نظرائهم بينهم وزير خارجية الجزائر وفنزولا لقاءان تم التأكيد خلالهم على الانسجام في مواقف ووجهات النظر إذا مختلف القضايا المطروحة على أجندة القمة وفي مقادمتها القضية الفلسطينية العادلة كما تم التأكيد على ضرورة تكثيف التشاور والتنسيق حول مختلف التحديات الإقليمية والدولية الراهنة وتعزيز التضامن البيني خدمة للمصالح المشتركة كما من المتاظرين تشارك تونس أيضا بالتوازي مع قمة عدم الانحياز في قمة الجنوب الثالثة لمجموعة 77 زائد الصين في إطار نفس تضامني وتحت عنوان عدم ترك أحد يتخلف عن الركب أعلنت اندونيسيا اليوم تقدمها دعوة قضائية أمام محكمة العدل الدولية بلا حية لمحاكمة الاحتلال بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة فيما أقرى الاتحاد الأوروبي مجموعة عقوبات ضد حركة المقاومة الفلسطينية حماس وفي يوم العدوان الهمجي الصهيوني الخامس بعد المئة على أراضين العربية الفلسطينية ارتفع عدد ضحايا المجازر والإبادة على القطاع إلى نحو 87 ألفا بين شهيد وجريحة فيما ما تزال المقاومة تخط ملاحم المجد بتحقيق ضربات نوعية في صفوف العدو الغاصب تقرير عن المستجد في فلسطين مع سناب الحجنصر في الوقت الذي يتوصل فيه العدوان الغاشم على قطاع غزة لليوم الخامس بعد الموضع تواصل المقاومة الفلسطينية تصديها لألات الحارب معللة تكبيد المحتل خسائرة في صفوف عناصره ومعداته اللوجستية العسكرية حيث أكدت كتائب القسامة القضاء على عدد من جنود المحتل وتدمير دبابات شرق مدينة خان يونس جنوية القطاع وتدمير دبابتين في جنوب غرب مدينة غزة وأخرى شمال شرق مخيم البريج وسط القطاع في إطار سلسلة جديدة من عمليات نوعية تنفذها كتائب القسامة هذا كما تم استدف مبنى تحصن به جنود المحتل وأطلقت عناصر المقاومة النيران على جنود في محيطه بحي شيخ رضوان في مدينة غزة واخذت اجتباكات مع آخرين بالأسلحة الرشاشة جنوب غرب مدينة غزة وفي غضون ذلك تحتدم المعارك بين المقاومة وقوات المحتل في أحياء بمدينة غزة ومحيط جباليا شمالية القطاع من جهتها عن انسراء القدس خوض مقاتليها اجتباكات مع قوات المحتل في مخيمي البريج والمغازي وسط غزة وفي خان يونس جنوبا يأتي هذا في الوقت الذي يستمر فيه المحتل الغاصب استهدف المدنيين وارتكاب المزيد من المجازر في حق الشعب الفلسطيني الأعزل ففي قصف عشوائي وحشي على خان يونس نسف المحتل مربعا سكنيا وتجاريا في منطقة البلد وبطن السمين وسط المدينة ما يرفع عدد شهداء خان يونس إلى أكثر من 15 شهيدا منذ فجر اليوم فيما استهدف قصف مدفعي منزلا بمخيم النصيرات وسط القطاع راح ضحيته خمسة شهداء وإصابة آخرين ومع تواصل العدوان تتعمق الأزمة الإنسانية أكثر فأكثر إذ مثلت أزمة نفاذ الوقود تحديا أمام توفير الخدمات الإنسانية الأساسية للمواطنين في غزة إلى جانبي تكدسي أكثر من 50 ألف طن من النفايات ما ينظر بمزيد انتشار الأمراض والأوبئة ليدعو مسؤولنا في الصحة المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل وتوفير الوقود وموالدات الكهرباء والمعدات لتقديم الخدمات الضرورية ضربت المسيارة اليمانية اليوم سفينة أمريكية تحمل عالما غير عالم الولايات المتحدة في أول استهداف حوثي سفينة شحن بخليج عدن بعد تصنيف الإدارة الأمريكية الجماعة إرهابية فزيد التفاصيل حول الملف في تقرير طرق بن معاوي أعلن الحوثيون أنهم استهدفوا ناقلة أمريكية بخليج عدن باستخدام ساروخين باليستيين مضادين للسفن مشيرين إلى إصابتها بشكل مباشر وأكد الحوثيون استمرار هجماتهم على السفن السهيونية والأمريكية والبريطانية مشددين على ما وصفه بالمرور الآمن عبر البحر الأحمر لكل سفن الأخرى بين فيها روسيا والصينية وتعليقا على هذا الهجوم أشار مسؤول أمريكي في تصريح إعلامية إلى أن الناقلة الحاملة لمواد كيميائية كانت طرف عالم جزر مارشال فيما أوضحت القيادة الوسطى الأمريكية أن الصاروخين وقعا في المياه بالقرب من السفينة دون أن يتسبب في إصابات أو أضرار مؤكدة متابعة سفينة إبحارها في خالج عدن شركة أمبريا للأمن البحري أضافت في مذكر أصدرت بعض التفاصيل الأخرى عن الهجوم إذ أشارت إلى أن الناقلة قد أبلغت عن اقتراب منها وصفته بالمريب لطائرات مسيرة جنوب شرق عدن وكان الحوثيون قد شنوا هجمات على سفن في البحر الأحمر أكدوا ارتباطها إما بالمحتل السهوني أو هي أمريكية تدعم هذا الكيان وبالمقابل شنت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا عدة موجات من الغارات ضد مواقع للحوثيين وذلك لحماية حركة الملاح العالمية في المنطقة وذلك باستهداف القواعد الصاروخية للحوثيين أو بالتالي التقليص من قدراتهم العسكري وفق لندن وواشنطن التي صنفت مرة أخرى الحوثيين كجماعة إرهابية وذلك على خلفية هجمات البحر الأحمر وكانت مدينة صنعا والحديدة قد عرفت مظاهرات وصفت بالحاشدة رفع خلالها المتظاهرون شعارات تندد من جهة بالقصف الأمريكي البريطاني لولايات يمانية عدة والعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني من جهة أخرى يمثل ملف العدوان على غزاء أهم محركات السباق الانتخابي الرئاسي في الولايات المتحدة في ظل تنفس على أشده يحمل عديد الخبايا استطلعت رأي والتقارير الكثيرة المجرات هذه الفترة تؤكد عقاد هذا الموعد الانتخابي في ظل صراعات ومتغيرات دولية كبرى تقدم الورقة التالية لدر الضاوي لمحة عنها يبدو أن صندوق المفاجأة بخصوص الانتخابات الأمريكية يحمل الكثير من الأسرار والخفايا فقبل أيام من العملية الانتخابية التمهيدية تقارير وتكهنات واستطلعات للرأي هنا وهناك بشأن حظوظ المترشحين فالطريق إلى البيت الأبيض يبدو صعبا ومعبدا بالشوكة خاصة في ظل تفاقم الحروب والصراعات في عدة مناطق من العالم منها تطورات السريعة وغير المتوقعة للعدوان على غزة والملاحة في البحر الأحمر والوضع الاقتصادي فحسب محللين فإنما يحصل في غزة أشعل المعركة الانتخابية في السباق نحو الفوز بالرئاسة كما أن للحرب تأثيرا كبيرا على الداخل الأمريكي خاصة فيما يتعلق بالدعم المالي والعسكري المسحوب من الاقتصاد الأمريكي لدعم الكيان الصهيوني وهذا الملف يعد حجر عثرة أمام الرئيس بايدن وإدارته وفي مقابل ذلك فإن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يبدو الأكثر حظا أمام منافسه الرئيس الأمريكي جو بايدن فقد عزز ترامب حظوظه ومكانته باعتباره المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة عام 2024 وذلك بعد فوزه الذي وصف بالمهم في ولاية أيوة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والذي يواجه تحديات كبيرة طلب بحصانة رئاسية شاملة من الملاحقات القضائية الجنائية حتى لو تجاوزت أفعاله الحدود في وقت يواجه فيه 91 تهمة جنائية في أربع قضايا منفصلة وقبل الدخول في غمار السباق الانتخابي الأمريكي لرئاسة لعام 2024 والتي تدخل رقمها الستين يبقى الباب مفتوحا على جميع السيناريوهات لرئاسة الولايات المتحدة في انتخابات تعد صعبة في ظل توترات متصاعدة في الشرق الأوسط يسعى المتخب الوطني لكرة القدم إلى تدارك عثرة الجولة الافتتاحية وتحقيق الفوز في ثاني مواجهاته ضمن كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها الكوديفوغة عندما يلاقي منتخب مالي قراءة في مباراة السابت بين تونس ومالي في تقرير سمي القصريني بشعار الفرصة الأخيرة يخوض المنتخب التونسي لكرة القدم ثاني مواجهاته في نسخة الرابعة والثلاثين كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها الكوديفوغة عندما يلاقي منتخب مالي متصدر المجموعة الخامسة رفقة منتخب ناميبيا الذي استهال مشاركته في كان الكوديفوغة كأفضل ما يكون بفوز مثير على المنتخب التونسي مراشح الآقو على الورق اقتنص من خلاله ثلاثة نقاط ثمينة وضعت الإطار الفني لمنتخب تونسي في مأزق فأما الفوز في مواجهات مالي أغير ذلك ومن جنر عنه من تابعات قد تعصف مشاركة تونس أهل حادية والعشرين في كاس الأممة بعد المباراة الأولى تحطينا في وضعية صعيبة أحنا اللي حطينا أنفسنا فيها اليوم إذا نحب ونوصل في المغامرة ونمشي والأبعد ما يمكن نحق وإهدافنا لازمنا نعمل ردة فعل ردة فعل إيجابية ثم مسؤولية كبيرة من الأطراف من المجموعة خليني نحكي على الأقل على الإطار الفني اللاعبين المسؤولين اللي متواجدين كل الأطراف نشعروا بالخيبة كما الجماهير التونسية كل قمنا بمباراة أولى ما كانتش في المستوى وإلا ما كانتش في النفو اللي احنا نحب عليه حققناش النتيجة اللي جينا عليها فودو باركور إن شاء الله نعرف كيفاش ندركوها في بقية المشوار وخلال النسخ الأربع الأخيرة من كاس الأمم الإفريقية بلغ المنتخب التونسي الدورة ثم نهائية ثلاثة مرات مقابل بلوغي المربع الذهبي مرة وحيدة في نسخة المصر بعد أنها مشاركته في المركز الرابع أما عن آخر خروج للمنتخب التونسي من الدور الأول فيعود إلى النسخة ثلاثة عشرة والفين مقابل لقب وحيد عام أربعة والفين عندما استضاف ميائية على أرضه على الجانب الآخر يخوض منتخب مالي ثاني مواجهاته بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على جنب إفريقيا وضماني الثلاثة نقاط مهمة في مستهل المشوار حتى وضع منتخب النصور الصحراء في اعتباره أن الفوز على تونس يعني آليا أتاهل للدور الثاني الذي سيكون إقصائيا علما وآل المواجهات المباشرة بين المتخبين رجحت كافة منتخب مالي في خمس مناسبات مقابل سبعة انتصارات للمنتخب التونسي فيما احتكم المنتخبان إلى التعاضل في مناسبتين حقق المنتخب الوطني لكرة اليد منذ قليل انتصاره الثاني على التوالي في بطولة إفريقيا للأمم المقامة بالعاصمة المصرية القاهرة على حساب منتخب نيجيريا بطولة إفريقيا لكرة اليد طبعا مشاهدين بنتيجة 36 هدفا مقابل 19 ضمن الجولة الثانية من الدور الأول ونتحول مباشرة إلى القاهرة لينضم إلينا مفد تلفز التونسية لتغطية فعاليات بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد عاطف أجبالي أهلا وسهلا بك عاطف إذن بعد هذا الفوز أو بعد الفوز الأول العريض على كينيا ضربت سواعد الوطنية اليوم موعدا مع الانتصار الثاني كيف كان أداء المنتخب في مباراة اليوم وما هي الأجواء العامة ضمن المجموعة التي يتبارى فيها المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد عسلام أسامي مرحبا لكي بكل من يشاهدون على الوطنية الأولى إذن إطلالة أولى من هنا من القاهرة من مصر تحديدا من القاعة المغطاة باستاذ القاهرة أين تدور فعاليات كأس أمم إفريقيا لكرة اليد مصر كما كنت تقول المنتخب الوطني التونسي كان قد اكتسح المنتخب الكيني في الجولة الأولى بمباراة تاريخية بما أنه رقم قياسي جديد للمنتخب ولل كان عامة 41 فارق أول مرة تسير المنتخب سجل 59 هدف المنتخب اليوم كان أنهى مباراته الثانية بانتصار جديد وبالتالي الترشح للدور المقبل تبقى مباراة وحيدة ضد منتخب أنجولي وهو على الورق أصعب فريق في المجموعة لكن بيش يكون إن شاء الله في متناول عناصرنا الوطنية الانتصار من جديد للحديث أكثر على المباراة هذه اللي انتهت 32-18 للمنتخب الوطني التوسي أمام المنتخب النيجيري معانا الحارس الدولي إذن ياسين بالجيد الذي قبل البلاء الحسن في المباراة الأولى ياسين كان تحكي لنا على الجو العام للمنتخب ونظرتك المباراة اليوم أول حاجة مرسي على استضافة الثاني حاجة الحمد لله اللي يعني ربحنا ماتش هذية والكاليفيكاسيون التور برينسبال كما قلت انتي معاتها ماتش اللي وذي ربحناه للماتش الثاني وذي ربحوه بيش نتعداه للتور هذية مزر ماتش آنقولا على الورق آنقولا أصاب واحدة معتها في الفليدو هذوما الوبجكتيف واضح معتها الوبجكتيف هو انك تروح شامبيون دافريك من هوني تجزبنا نكمل ديمها كي بنفس الانوية بنفس المنتاليتي الربح يجيب الربح كما نقول فيها والجو كما نشوف فيه انتم ما عايشين في وسطنا وقالين نشوف في الجو الحمد لله جونا بيهي بالكداء بالكداء وجوش نكمل بنفس المنتاليتي معتها اللي قاعدين نشوف فيها في التيرانكون وابليكيه ديمة نحاولوا نصلحوا ديمة الأغلاط اللي نعملوهم من الماتش الماتش والحاجة البيهي اللي قاعدين نرعبوا ديمة ماتش وبعد نهار الراحة لنقعنا نهار كما نقول فيها بيش راجوا في رواحنا بيش نشوف فيها غلاطنا بيش نحاولوا نصلحوا ووكا ومعنا ان شاء الله كما قلتك ربح يجيب ربح والتفكير دائما ما نترح السؤال مواجهة تونس مصر لكن كل ما نحكي مع الملعبية يقولوا لك نحنا ناخذوا مبارات بمبارات المبارات الأولى ذا كان ضد كينيا مبارات ضد نيجيريا مبارات ضد أنجولا وربع نهائي ثم نخمو يمكن في مبارات مصر اللي بشكون مبارات مصيرية مجموة اي خاطر نديا بتجامج توسط على العب كونتر مصر وانتي موكش رابا هذوك لازم ترباحا متمشي بالماتش 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 بشتوسط على العب كونتر مصر وفي الأخر بكل معتها الافريق معت ناس كل تعرف اللي تونس ومصر هم اللي كونكورون ديريكت ما في الكورة طوام عش نشتش تغرب حات شي توفوما كافير بايا فوفوما انجولا بايا فوفوما ديزيكيب باهم باهم نحاول كما قلت لك نرقص ديما على غلاط نباش نجيه في الجورجي ونطار واحنا نحاضرين ان شاء الله شكرا لك عاطف بالتوفيق ان شاء الله نزيد نضيف معلومة اخرى سامي شكرا لك عاطف جبالي موفد تلفزة تونسية إلى البطولة الافريقية لكرة اليد الدائرة بالقاهرة وإليكم فيما لمشاهدين تفكير بعنوين الأخبار لأول مرة منذ انشائه أكثر من ثمانية ملايين مسافر عبر المطارات المستغلة من ديوان الطيران المدني والمطارات ونحو أحد عشر مليون مسافر عبر مختلف المطارات التونسية سنة الفارط استراتيجية متكاملة للتعريف بزيت الزيتون التونسي المعلب والترويج له في الأسواق العالمية بعد حصيلة مميزة من التتويجات الدولية وتونس تشارك في أشغالها قمة دول حركة عدم الانحياس بأغندا تنادد بالعدوان الغشيم على قطاع غزة وتطالب بوقف إطلاق النار فورا تابعوا الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشاهدين بمسح الرمز الظاهر على الشاشة ومشاهدة نشعة تلفز التوليسية بيت التوليسيين سهرة رائقة